هون بيحقولك الاجابة على مكالمة ما الذي تدرك الواحك الى فعله. اتمنى الشخص هذا بدي يتسلكم مكالمة يبعتلكم مساج. الشخص هذا بدي يحكيكو. اتمنى ان هو بعدة عنكم او اختفائه لانه عماله بعيد العلاقة بقيم العلاقة من اول جديد لانه شايفكم الاسئف منتكا. مشاعر من ناحيتكم بده بداية جديدة معاكم. لانه شاعر انه انتو الشيء اللي بيتمنى. فهون بقول لك فيك مكالمة راح تجيب. انت شروحك تحكي لك هل انك تجيب عليها او لا. هي طبعا برجع لك لك. لانه حاس العلاقة هاي كانها ماتت انت يعني بده تم احياءها من اول جديد. وشايفة هيك. ان العلاقة هاي ماتت يعني فيه الشخص هذا يمكن ان تكون فيه اختباط في زواج. واحتمال هذا الشخص فيما الحواجز او بتباعد بعيد العلاقة من اول بالجديد بعيد نظرك للعلاقة عشان يرجع. فالشخص هذا بيستعد لرجوع لكم. لانه انا حاسر انه الشخص اذا كان متباعد عنكم لهدف الشفاء من شيء ما. هنا نشوف هنا نصيحة لكي يبرج بساط ثم بيحكولك انه في بوكيرم جايدة قدر حالك لها شخص ادا حتوصلين معاك يعدر الاندامات مساج ايشي اندام هون بيحكولك السلام يأتي من تذكر ان الحب الحب فقط هو حقيقي اول طلعنا برج على فكرة السرطان اعتقد بس هون اذا لك تحس السلام داخل تتاكد انه الحب حقيقي مش انه مثلا خرافات او خداعات يمكن انت بتعيد نظر في العلاقة وهو بليد كمان نظر في العلاقة يعني اعادة ذكرية اعادة ماضي نظر في العلاقة او طاقة الشخص هادا الشخص هادا اما انت شافه من شيء او الشخص هادا مستقر مستقر يمكن فيه زواج الشخص هادا يمكن عايش في العشر كباب او او الشخص هادا اعتقد اما هو متزواج او هو بجهز نفسه لانه هو جاي متشهئ اليكم وهو شايفكم ااااااااااااااااا شخصيتكو شايفكم اللي هايرفينت معناد الشخص اللي ناوي زواج و شايفكم انتو تصلحوا كزوج اذا انتو مش في علاقة. ازا جاب هو في علاقة او متزوج فهو هي بنفصل عن هيا العلاقة او جاب لكم عرب اللي هو تكونه طرف اخر في العلاقة. خلينا نشوش الكروت بيحكو لنا. نشوف ليش هو في الطاقة هاي. هو قدت الاستقرار مستقر هاد الشخص متجمد حاليا عفكرة الشخص اللي براقب الاحداث من بعيد. عفكرة الشخص اللي بيربط من بعيد لس انت مش مدرك انه هاد الشخص بيربط. وهو شاعر بسعادة من خلال مراقبته اليك. هو حاسك انك انت كل ما لك بتزيد يعني عز يعني كل ما ابعد عنك هاد الشخص انت بتزيد نجاحات وطموحهم. فهو شايفك انك انت كمان اه احتمال انك انت بعد ما تركك هاد الشخص استقريت اكتر. فهو شايفك مستقر. فهو شاعر بالاستقرار من حيطك. انا الشخص هاده هاده حاسه انه شايفك انت مستقر فاستقر عهواتك. احتمال الشخص اللي تبعد عنك وتزوج بدخل طرف اخر اه او استقر في حياته. لكنه الغريب انه هو شايفك انت بده فرصة وبداية جديدة معيك. شاعر انه هو بده بداية معيك. شاعر انه انت الاستقرار. فالشخص هاده يمكن تشافه طلع ممكن من نكسة يعني صحية. اه طلع من ادمان معين. اه ممكن كان في عمل وغير عمله وجدد عمله لشيء اخر. وبعدان هو تخطيطه انه بعد ما يخلص هادا العمل انه يبتجيه لك. لانه الشخص اللي متجه اليك. شخص اللي شايفك اه حاس انك انت يعني كل الخير وجه الخير. وشايفك انك اه شخص ناجح. ناجح جدا جدا. وشاعر انه هو لما تعرف عليك غير غيرتله كل حياته. غيرتله حياته طبعا هو الافضل. لانه هو شايفك انك انت انت فرصة. هو تعرف عليك وشايفك فرصة. فرصة سعيدة بالنسبة له. فهو شايف انه انت اه الشخص اللي كل ما يطلع عليه بيحسه انه اه فالشخص هاده حاسس انه مستقر او جانس نفسيا انه يقدم لك فرصة او عربما. لانه الشخص هدا بده يتسلك. الشخص هاده حاسس طاقته اه فيها سعادة. هو سعيد يعني مستقر هو نفسيا مستقر. فيه شيء هو اه تركه انتصل عنه شيء تغير في حياته. هو نفس الشخص هاده لو انا شفك انه الكروت هدول عكس او انه مسلا شافك ابتعد ابتعدت رحالة عنه يمكن احكي انه خلص استقر اروح لحياته. لكن هاده الشخص شافك انه انت الفرصة وانت الامرس وانت الهارفنت وانت تلت كؤوس. فمش قادر اشوف القراءة انه الشخص هدا متزوج. حتى لو كان هاده الشخص مستقر في زواج. اه فالشخص هدا بده يكبرده انت. بس الشخص هاده يمكن نجح في مشروع. نجح في التخلص من ادمان معين. اه عشان هيك تباعد عنك. مختفي. الشخص هاده. فيه شيء هو غيره. فيه شيء جده الطابطة. اه ابتعد لحتى يقيم العلاقة من اول جديد. فالشخص هاده شاعر انه بده فرصة معك. هو شاعر انه انه انت جميل جدا. هو من جاذب لك هذا الشخص. هو حيسك انك انت فرصة. هو حيس انه هو كأنه بده يسترجعك. يسترجعك لحياته. لانه حيس انه انت شخص لا تعوض. فهو شافك يعني شخص اه ممكن انت مرتاح ماديا وهو مرتاح ماديا يعني هو شخص مرتاح ماديا. المبدئيا عندي في الطاقة هو مرتاح ماديا. او يعني لو مش مسلا اه مش شرط انه تكون الطبقة العالية. لكن هو شايف انه يعني انت شخص ناجح في عملك. وشعر انه انت شخص اه عامل مجهود كبير في عملك. وناجح. انت شخص ناجح. بالنظرة انت شخص ناجح. وشخص جميل جدا وجداب جدا وهو زي حاس انه انت فرصة سعيدة في حياته بس ما حكيت لك. والشخص ادي بحبك جدا مع مفكرة هو متناجه اليك. وفي مكانة منه اه انتظره. ولكن احتمالك انت يا برج الاسد انه 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 محتاجش يمكن انت اه انت بتحمل هاد الشخص لكن مع قفلة اه قلب. يعني قفل قلبك عن الحب. فاحتمال انه انه انت اه الشخص اللي شافك انك مسلا ما بدك ترجع اله. فزيت شغفك. اه عفوا زيت شغفه اليك. شافك شخص اه يعني اه شافك شخص يعني جامد نوع يعني اه شخص احكي لك كيف شخص انت عارف شو بدك وانت عفكرة صريحة موقع التواصل يمكن انت عندك مسلا بتلقي الكلمات اه مسلا عندك اه خلينا اشوف اكتر. الشخص اده شكله يعني بده ايك بشدة. خلينا اشوف. هو ليش شافك اللي اسفلتان تقلق لها? الشخص اده بحبك. وبده تسامح. بده تسامح للشخص. الشخص يتغير بنفسه. يمكن عزبك كتير يا برج الاسد. وحس انه هو غلبك في العلاقة معه. وراح اغير نفسه وبده يرجع يتجي اليك. خلينا اشوف. ممكن هو شابك مشهور عالسوشل او بتعمل انجازات عالسوشل. ممكن انت شخص فنان. اه شخص انت بتعطي نصائح. شخص روحاني. اه يمكن انت بتشغل في الصحافة في اه او بتشغل في مسلا اه قنوات اليك خاصة. اه انت ترقي عليها دروس اه عبر. فيه اشي انت مشهور فيه هو شابك مشهور شخص مشهور مرموض. انا شايف انه هو شابك اكتر اشي على موقع توازلو برقبا. ومعجب شخصيتك جدا جدا. اذا الشخص هادا كراش فهو شابك ان انت تصلح الزوج. وفيك كل الصفات كامل. قرأت محبا. يا سيدي. انا اكتر من حب مش رحكه لكو. يعني هو شايفك انه الحب الفائد يعني. الحب اللا مشهور. اه هو شايفك شخص نظرة عينيك بتجدبه. ممكن انت عينيك حلوبين شوي. فشايفك شخص يعني جميل جدا. عنيق. محب. طيب. اه شايفيك كل الصفات اللي بتتمنىها عليها عليها الشخص. عليها الشخص تبايل جعلك. طيب. طيب. خلنا نشوف شايفك الهورفينت. لاني انا ممكن احتمال تكون في بيكو كراف ثالت. كمان انت دخلت في قتوبك مؤخرا. انا يعني حس القراءة انها سهلة مش مش صعبة. يعني يمكن انت شايف هاد الشخص متباعد. لكنه مش متباعد. هو بيغير من نفسه وغير من نفسه هادا الشخص. وهو جايكو. الشخص اللي بخب المشاعر افكرا عنكم. هو هو. اصد انه يخب المشاعر عنكم. فهدا الشخص شايفك انك انت مصلح اجتمال. يعني انت بتصلح بين الناس بين المشاكل. انت عندك قيم مبادئ انه تكون دائما شخص قيادي وشخص تلقي كلمة الحق. يعني انت عندك الحق بتحكيه. بتلقيه. حتى لو انت اللي غلط فتحكي انا الغلطون. وهو شايفك انك انت شخص اه 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 تعرف تفض المشاكل الصعبة. وهو شايفك شخص يعني اه ناجح. وشخص قيادي بامتياز. وهو شايفك انك انك انت يمكن الناس بتجي تستشيرك في الروحانية. يمكن انت شخص بتططب على وجه الناس. وهو مورجب بشخصيتك لانه انه انت شخص اه بتطع من الصراع بسرعة. يعني ازا عندك صراع اه بتتركه وتروح او او بتخليه على ربنا. يعني اه انت مؤمن في انه اه في مقولات اه ما بحكي عندي هم يا رب عندي هم كبير. بحكي لا يا هم عندي ربي كبير. وهو شايفك مؤمن بالله ومؤمن انه ربنا هو اللي بيحل لك مشاكلك. انت بتتركها لربنا. وبنفس الوقت انت بتحل مشاكل الاخرين. بس بتحلش مشاكلك. انت بتتركها لربنا. وهو شايف شخصيتك مرحة جدا 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 جدا. وانه انه الاشي اللي بدك هي انت بتعرف اه الطولة وتروح توصل. اه هو شايفك انه انه اه يمكن شوية اه بتظهر فرحك. لكن في اشي انت بتظهرهاش. شخصيا انت شوية بتحب انه تكون غامض بعض الشيء. يعني عندك شوية غموض يا برج الاسد. وشافك شوية غامض. فيك شيء غامض. فيك منوع من الغموض. او انت اه بتحبس انفاسك لاخر لحظة. وانت بتكون بتظهر لانك شخص مرح. وشخص شغوف. وشخص بتعرف الاشي البتكية تروح تجيبه. او وشافك كمان يعني انك انت شخص اللي داخلك اه بتطلع تحكيه. يعني ازا انت من دايب الاشي بتحكي بتروح. بتحكي انا من دايبين كزا وكزا وكزا. صريح. وبعض الشيء غامض. يعني بعض الغموض وبعض الوضوح. وشافك. وشافك انك انت شخص اه شخص مرح بتحب تضحك اه بتحب الاصدقاء بتحب تحب مساعدة الاخرين. وبتحب تشارك الناس بافراحها. وشافك شخصية اه مرحة. وشافك شخصية مرحة. وكمان شخص ازا حدا اجي حكيه لك سر انت تتكتم عليه. وشافك شخصية يعني هو بيتمناها. وهيك شافك. اه كمان اه خلينا نشوف. عشان هيك الشخص هذا. عفكرة حاس حيلا انه هو شخص من داخله هو بده تغيير. هو حاس انه لازم يصير زيك. بالطاقة اللي انت فيها. طاقة المرح والفرح مساعدة الاخرين. حتى لو انت عندك هم. انت بتساعد الاخرين. بتباشر. بتترك همك لربك زي ما حكيت لك. انت من قاعدة ما بتحكي يا رب عندي هم كبير. بتحكي يا هم عندي رب كبير. فهو بتساعد الاخرين. يعني بتشارك في مساعدة الاخرين. اه بتحل قصص الاخرين. في ناس هو حس انه في ناس كتير حواليك. اه زي بيستشروك. وهو عفكرة الشخص شايف برضه انه في ناس برضه اشخاص حواليك. عن مواقع التواصل. اه عد تعليقات. اه بكتبوا لك كومنتات اه او بحاولوا انه يفوتوا معاك بصداقة. وشاف انه في حواليك ناس كتير. والشخص هذا هو شافك انك انتج بدافع. اذا انتجت ابقى كده رح يكون في حواليك ناس كتير. والشخص هذا قرر انه يتغير في شيء قرر انه يتغير مع فكرة. لما قالو لكم انه حياة العاطفية رح تطلع لمستوى افضل. فانا ما احكي لكم هو مفكر في الارتباط ورجوع في الارتباط كمان. الشخص هذا بده يرتبط فيكو. هو حاسس انه حاسس انه كل شي كمال وجنال عنده. لكن هو حاسس انه مفتقد الشغف او الغزل في هاي العلاقة. او هو مش هاي العلاقة. نفسه هو شخص مش تعلق غزلكو. لهيك ع فكرة الشخص بتواصل معاك. الشخص هذا بتواصل معاك وبس انت بتحسوش. عشان هيك انتو بتشتكو الزكريات لورا. بس انت غطاقة منيحة. بس زكريات منيحة مش زكريات مقيمة او انت تعبال من هاي الزكريات. لأ انت بتحن. مجرد حنين. عندك حنين للماضي. حنين احتمال تكون انت اكبر من الشخص هيدا للبعض منكم. احتمال تكونوا انتو كنتو في زواج وانفصلته. والشخص هيدا راح غير عمله غير اتجاهه لفترة لحد ما يطلع من مسلا الحزن اللي سببتكو اياه. او الا استنزاف للوقت طبعكو. استنزاف لصحتكو. فحس نفس انه لازم يتغير عشان يسير بالمستوى اللي انتو فيه. يمكن انتو مستويكو ارقى. اا اعلى يعني كنا طبعا اا اا نختلفش عن بعض المستويات. لكن قصدي انه انت مسلا انتك نضوج اكتر في المال في العمل اا شخصية مسلا مرموكة. اا في اشي في اختلاف بيناتكو اا مستويات. تمام انه يكون اا انت مختلف عنه في العقيدة للبعض منكو. او العادات والتقواليد. المسافات. المدن. تمام انتو من مدينة والشخص هذا المدينة. لانه شافك انه عماقع طاص. عماقع طاصد ما كبير. طيب خلينا نشوف. اا ما حدوكمش لقبلو زي جماعة. الحوت. العقرب. فقط. الشخص هذا ناوينية مليحة. من ناحية لالارتباط. عشان هيك الشخص هذا هو ناوي الارتباط. الشخص هذا اشتقلكم. جدا جدا مفكر فيكم جدا جدا. مناوي على ارتباط. وعندنا الهايفن اللي هو الدور. والحمل. احتمال الشخص يكون هادا برج الحمل. طاقة هواقية اكتر من طاقة القوة مائية. طيب خلينا نشوف شو ناوية. شو خطوة القادمة اتجاه. والشخص هذا بتقرطباط. على فكرة الشخصة ده يدينا غادر لكم في الماضي. سبب لكم وقلم. وهو بحاول انه يشيل الاعباء الماضي على نفسه. ها. اه الشخص هذا ناوي يتواصل معكم. يعني كانت التواصل كله طلعت. وهون كانت في مكالمة هاتفية رح تجيكو. وهون انه الارتباط اه على تطلح رح تطلع لمستوى اعلى. وهون بلولك انت بجيك السلام الداخلي لما تأمن انه في حب. هالشخص هذا ناوي يتواصل معكم. ناوي يتواصل معكم. ويوضح لكم بالزبط ايش صار معي. الشخص اللي بدي يوضح فيه شيء بدي يوضحه. دمال هدا الشخص ترككم فجأة عفكرة. انتوا اتفجأتوا انه تركوا فجأة. يعني انتوا فكرتوا تخلى. هو مش تخلى. هو راح يغير شيء اه اثناء كان معكم في العلاقة هذا الشخص. لما كان معكم في العلاقة اه 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 كان مشوش. اه مخا خربط. فهو غير القواعد عنده. غير قواعد نفسه. غير.